نظمت روسيا عرضاً عسكرياً اليوم هو الأضخم على الإطلاق في العاصمة موسكو احتفالاً بالذكرى السبعين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية وشارك في العرض آلاف الجنود في مسيرة في الميدان الأحمر بالإضافة إلى مدرعات عالية التقنية يتم الكشف عنها للمرة الأولى شهد العرض أيضاً أكثر من ثلاثين رئيس دولة على الرغم من أن زعماء آخرين قاطعوه بسبب ما يقولون أنه دور روسي في أزمة أوكرانيا بحضور ثلاثين زعيماً وقرابة أربعين مسؤولاً أجنبياً احتفلت روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية على تحالف دول المحور بقيادة ألمانيا النازية ولم يكن ضيوف العرض العسكري الأضخم في تاريخ روسيا والذي أقيم في الميدان الأحمر وسط موسكو مشغولين بالتقاط الصور التذكرية كالعادة بقدر انشغالهم بمتابعة الأسلحة الأحدث في العالم التي ظهرت للمرة الأولى خلال العرض وفي مقدمة الأسلحة التي لفتت لانتباه خلال العرض جاءت الدبابة تي فورتين أرماتا عالية التقنية والتي يتحرك برجها بجهاز التحكم عن بعد وتضم كابسولة مدرعة للطاقم وتوصف تلك الدبابة بأنها الأشد فتكا في العالم وأنها أكثر تطورا من مثلاتها الغربية العرض كشف أيضا عن صواريخ RS24 العابرة للقارات التي يمكن للواحد منها حمل ثلاثة أو أربعة رؤوس نووية كما ظهر أيضا السلاح الذي يقول الروس أنه لا يوجد له مثيل في العالم وهو مدفع كواليتسيا وهو عبارة عن آلة روبوتية تدار عبر كمبيوتر موجود في قمرة مدرعة منفصلة ويحتوي علم سورتين لإطلاق قذائف عيار 152 ملي متر ويظاهي راجمة القذائف الصاروخية في سرعة إطلاق النيران ويتفوق عليها في دقة الإصابة ويرى محللون أن هذا الاستعراض الروسي غير المسبوق للقوة العسكرية يمثل رسالة واضحة للغرب أن روسيا التسعينات التي تخلت عن دورها القطبي العالمي قد انتهت إلى غير رجعة وأن نظام القطبي الواحد التي تمتعت فيه الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية بالسيطرة على العالم لم يعد موجودا وفي بادرة لإظهار التقارب بين روسيا والصين شاركت للمرة الأولى وحدة من القوات الصينية في العرض العسكري في موسكو